الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أيها المشاهد الكريم أرحب بك وأفرح بلقائك لنتدارس شيئا من سنن الله في الكون سنن الله التي لا تتخلف لأن رب العزة والجلال قد جعل للنتائج أسبابا تحدث بعدها في هذا اليوم نتحدث عن سنة كونية ذكرها الله عز وجل في مواطن من كتابه منها ما ذكره في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قد يقدر الله عز وجل على العبد في الدنيا بعض المحن التي ينتج عنها منح عظيمة وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب فحينئذ يكون المرء مع أهل الصبر لينتج له ذلك الضفر والنجاح هذه الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا جاءت في سورة الانشراح التي ذكر الله عز وجل بعض الأمور التي منحها لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نعم قد تمر بك يا أيها المؤمن أمور عسيرة صعبة تظن أنها هي النهاية لكنها في حقيقة الأمر هي بداية الخير ويقلب الله عز وجل ذلك العسر ليجعله يسرا بعد هذا انظر إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي الله وخليل الله مع أنه خير البشر سيد بني آدم إلا أن الله عز وجل قد قدر له في حياته بعض الأمور والأقدار التي يظن الإنسان أنها من المضائق لكن الله بفضله يجعل بعد تلك الأمور العسيرة نتائج مفرحة فانظر مثلا في يوم الهجرة عندما تجتمع قريش بمئة شاب من شبانها من قبائل مختلفة من قبيلة قريش كل منهم معه سلاحه يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم محنة شديدة وعسر عظيم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ثم يتابعونه ليقتلوه حتى يقفوا على رأس الغار الذي يكان فيه مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما فيكون ذلك العسر منطلقا ليسر بتكوين دولة الإسلام في المدينة المنورة فانظر كيف قلب الله ذلك العسر ليكون يسرا بل في اليوم العصيب يوم الخندق اجتمعت قبائل العرب هذه قريش وهذه غطفان وهذه بكر وتآمروا مع اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قريضة وغيرهم وتعاون معهم المنافقون ليخذلوا من همة المؤمنين أمور عصيبة وعسر شديد وكان ذلك في برد شديد وفي خوف شديد وفي جوع شديد حتى استمروا على ذلك خمسا وعشرين يوما لكن الله عز وجل قلب ذلك العسر العظيم الذي وصفه رب العزة والجلال بقوله وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما هي إلا أيام قليلة حتى يقلب الله عز وجل الحال فيرسل الريح الشديد على أولئك القبائل المجتمعة على تلك القبائل المجتمعة فيكون هذا من أسباب تغير أحوالهم وحينئذ يهربون عائدين إلى مساكنهم وبلدانهم فيقلب الله عز وجل الحال عليهم فيكون النصر والرفعة والشأن العظيم لأهل الإسلام حتى أورث رب العزة والجلال المسلمين أراضي أراضيا وأموالا ومواطنا ومحلات تلك القبائل فانظر إلى سنة رب العزة والجلال في الكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من صبر على تلك البلايا التي تصيبه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له بعد ذلك العسر يسر ينعم به في حياته ويكون من أسباب سعادته في آخرته لأنه صبر والصبر والصبر يكون معه الظفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيا أيها المؤمن إذا نزلت بك البلايا والمحن وإذا جاءتك الأحداث المؤلمة فلا تيأس من قدر الله فإن تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال لا تنظر إلى مجال الحوادث الدنيوية وانظر إلى قدرة رب العزة والجلال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عنه بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لا يهولنك قوة أعدائك ولا يهولنك ما لديهم من التخطيط ولا يهولنك ما يكون عندهم من التآمر والتخطيط الشديد ولكن انظر إلى قدرة ربك جل وعلا الذي وعد المؤمنين بأن يجعل لهم بعد العسر يسرا وحينئذ فانظر إلى الأمل الذي يظهره لك قدر رب العزة والجلال في حياتك لا تيأس بسبب ما أصابك من المصائب وإنما انظر إلى الفرج الذي يأتيك من ربك إن انتظارك للفرج عبادة فليكن بين عينيك هذه العبادة بارك الله فيك وجعلك الله منتظرا للفرج من ربك هذا وأختم لقائي هذا بالصلاة والسلام على نبينا الكريم اللهم صلي وسلم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه سليما كثيرا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وقولي